موسيقى انطلاق محادثات أستانا وسط إصرار التركيا والمعارضة على وقف دائما لإطلاق النار عقوبات أمريكية على كيانات مرتبطة بطهران وعشائر العراق ترفض انتشار أدرع إيران على الحدود السورية نرحب بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم انطلقت في أستانا اليوم الجولة الحديثة عشرة لاجتماعات دول ضامنة بشأن سوريا ومصادر صحفية تحدثت أن تركيا ووفد فصائل المعارضة اقترح الانتقال من خفض التصعيد إلى اتفاق دائما لوقف إطلاق النار بمناطق سيطرة المعارضة كما وستكون ترتيبات فتح الطريق الدولي دمشق حلب وحلب الاذقية على رأس نقاشات المؤتمرين جولة جديدة هي الحادي عشر من محادثات أستانا تنطلق بعد إعلان الخارجية الكزخية وصول جميع المشاركين إلى العاصمة بمن فيهم وفد النظام وفصائل المعارضة ديمستورا المبعوث الأممي إلى سوريا وصل أيضا بصفة مراقب مع مراقبين آخرين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين هي من الملفات التي سيناقشها المؤتمرون إضافة لما كشفه رئيس وفد الفصائل أحمد طعمة عن رغبة روسيا ببحث ملف إعادة الإعمار خلال المؤتمر ملف لا يبدو أنه سيشهد تقدما كبيرا إذ تريد موسكو إنجازه قبل التوصل إلى الحل السياسي بينما تؤكد واشنطن على أن إعادة الإعمار تكون بعد التوصل للحل السياسي وخروج القوات الإيرانية ملف آخر شائك أيضا سيتم نقاشه وهو اللجنة الدستورية فمع إعراب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في اتخاذ خطوات في أستانة باتجاه تشكيل هذه اللجنة يرى مراقبنا أن مهمة بحث تشكيل تلك اللجنة لن تكون سهلة إذ لا يزال النظام يرفض أي دور أممي في تشكيلها ولا يزال يتمسك بما يسمى بالثلوث الضامن بينما ترفض المعارضة وإلى جانبها وفد الفصائل شروط النظام ومعنا الكتب الصحفي أحمد كامل من مدينة الصنبول أرحب بك أستاذ كيف تنظر لما يجري في أستانة اليوم؟ الله سيء سيء جدا مسيرة أستانة منه بدأت وهي تجلب الكوارث للشعب السوري يتحدثون عن وقف إطلاق النار لا أعرف أين سيكون وقف إطلاق النار هذا هل في المناطق التي سابقا وفق أستانة كان في مناطق خفض التصعيد يعني درعة والغوطة وحمص وحماء ومناطق أخرى في سوريا فهذه كلها أدى وقف إطلاق النار يعني أدت أستانة إلى أن يخسرها الشعب السوري إلى تدميرها ثم احتلالها من قبل الروس والنظام والإيرانيين أسوأ نتائج لأي مسيرة حصلت في تاريخ الشعب السوري هي أستانة والآن يتحدثون عن وقف إطلاق النار وين إذا كان وقف إطلاق النار في حلب وفي إدلب فهذه خارج أستانة هذه حصلوها الأتراك بجهودهم عمى وباتفاقات ثنائية اتفاق إدلب ما بين تركيا وروسيا حصرا ما في أستانة ولا سوتي ولا معارضة ولا أمم المتحدة ولا حدا واتفاق درع الفورات أيضا كان اتفاق تركي أمريكي روسي وعفلين نفس الكلام تكيبات دولية قامت بها تركيا ولا مكانة للمعارضة السورية ولا لأستانة فيها وهي وقف إطلاق النار فيها تتحمل مسؤوليته التركية نعم فقط ماذا عن أنباء فتح الطريق الدولية أمام النظام؟ كيف تقرأ موافقة وفد فصائل المعارضة على ذلك؟ طبعا غلط لأنه يتصرفون وكأن الحرب وضعت أوزارها وعملية تبادل الأسرة والمعتقلين انتهت بعشرين شخص من كل طرف وهذا أرقام هذيلة جدا والحديث عن الدستور وإعادة الأعمار هذه كل أشياء تدل بأن من يمثلون الشعب السوري في أستانة بنات سامحوا النظام ويتصرفون وكأنه هو السيد وهم يساعدونه في حكم البلاد فقط وهذه كارثة كبيرة جدا نعم هل نستطيع أن نقول أن جنيف قد انتهت؟ حاليا كل البثارات الجماعية كلها مشلولة الذي يحصل فعليا هو الترتيبات الثنائية حصل ترتيبات في حلب ما بين تركيا والولايات المتحدة وروسيا ونجحت وإدلب إلى حد الآن رغم الخروقات هي ترتيب ناجح لا تشبه ما حصلت نتيجة أستانة ونفس الكلام جنيف جنيف حتى الآن أصيلتها صفر صفر يعني سبع سنين مقابل لا شيء لم تحقق السنة ولم تحقق جنيف أي شيء والأمور تتم بشكل ثنائي ما بين الدول ونحن لنا الله مطلقا ليس لنا ممثل يدافع عن حقوقنا ولا عن مصالحنا أبدا أشكرك شزيلا شكرا الكاتب صحفي أحمد كامل كنت معنا من أستطبول يعاني نازحونا في مخيم ديربلوت غربية مدينة عفرين أحوالا معيشية صعبة في ظل البرد القارس وقال نشطون في المخيم إن المهجرين القاطنين في المخيم يفتقرون لمواد التدفئة والمواد الإغاثية ويعانون من نقص الخيام مشيرين إلى شح الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة أصدرت منظمات الأمم المتحدة للطفولة تقريرا قالت فيه إنما يزيد على مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهددون بالبقاء عرضة للبرد هذا الشتاء وقال التقرير إن معظم الأطفال المهددين بالبرد يعيشون في مناطق تشهد نزاعات عسكرية من بينها سوريا والعراق وفلسطين مشيرة إلى ضعف الاستجابة المادية من الدول المانحة قالت مصادر إعلامية خاصة لحلب اليوم إن الجيش اللبناني اعتقل أكثر من 300 لاجئ سوري بعد شنه مدهمة واسعة لمخيمات في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا أكثر من 300 معتقل بينهم نساء حصيلة حملة الأجهزة الأمنية اللبنانية على مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال وفق مصادر خاصة لحلب اليوم وسط إجراءات أمنيات واسعة النطاق في عرسال دهمت قوة معززة من الجيش اللبناني مخيمات اللاجئين وأقامت حواجز ونقاط مراقبة وتفتيش مخيمات بلغ عددها وفق موقع النهار اللبناني 20 مخيما للاجئين السوريين الحملة الأمنية للجيش اللبناني ومثل كل مرة رافقها حشد إعلامي من قبل وسائل إعلامية لبنانية تحدثت عن مطلوبين أمنيا ومتطرفين يقوم الجيش بملاحقتهم بينما يتهم ناشطون الجيش اللبناني باستخدام القوة لأتقال السوريين تعسفيا وبشكل متكرر هذه الحملة في عرسال لم تكن جديدة حيث اعتقل الجيش 121 لاجئا سوريا الشهر الماضي خلال حملة طالت مخيم وادي الأرنب بحسب الوكالة الوطنية للإعلام تحوي بلدة إرسال اللبنانية المحاذية لبلدة القصير السورية آلاف اللاجئين الذين نزحوا إليها بعد عملية عسكرية لنظام الأسد وحزب الله اللبناني في آب عام 2017 انتهت باتفاق يقضي بإخراج فصائل الثوار من المنطقة إلى إدلب ومنذ ذلك التاريخ يتحدث ناشطون عن انتهاكات ترتكبها الأجهزة الأمنية اللبنانية بالإضافة لأوضاع إنسانية صعبة يعيشها السوريون في مخيمات البلدة التي تفتقر للكثير من مقاومات الحياة بحسب دراسة عجرتها مفوضية اللاجئين السوريين في لبنان وينضم إلينا المحلل السياسي اللبناني أحمد الأيوب من العاصمة بيروت أرحب بك أستاذ أحمد ما هي تفاصيل اقتحام المخيمات مساء الخير مساء نور أهلا بك في الحقيقة نحن أمام حدث يبدو أنه يتكرر كل مدة يقوم به الجيش اللبناني تجاه مخيمات اللاجئين خاصة في هذه المنطقة الجردية الصعبة التي لا تتوافر فيها يعني عناصر الحياة فوق معاناة هؤلاء اللاجئين يتم الضغط عليهم بهذه الطريقة المستغربة والمشبوهة بصراحة هذه الاقتحامات تأتي بعد اقتحامات من شرة العام الماضي وتم فيها اعتقال المئات أيضا وتعذيب العديد من المعتقلين والذين توفي بعضهم تحت أدوات التعذيب والتنكيل ويومها أثيرت فضيحة كبرى أمام رأي العام اللبناني والعربي والدولي ومؤخرا اعترف الجيش بمقتل بعض هؤلاء تحت التعذيب الآن ما يجري حقيقة هو اعتقالات بدون مسوغ بدون سبب واضح من دون أن يقدموا لرأي العام أي سبب منطقي في هذه الخطوة هناك مثلا اعتقالات بسبب عدم وجود أوراق سبوتية الكل يعلم أن هناك جزء كبير من اللاجئين خسر أوراقه السبوتية وهو موجود على الأراضي اللبنانية وهذا عمر ليس جديدا فما الجديد اليوم حتى يتم توقفهم اعتقالهم وإذا كانت قضية تتعلق بالسلاح مثلا فهذه المخيمات نظفت عن آخرها في آخر اختحامات هائلة في الفترة السابقة ما هو المبرر في الحقيقة؟ المبرر هو الضغط على اللاجئين السوريين الذين يتواجدون في هذه المنطقة للخضوع لشروط النظام بالعودة للخضوع لشروط حزب الله بالعودة اليوم الجيش اللبناني يخضع لسلطة سياسية حزب الله فيها هو الأمر الناهي وعلى هذه الخلفية جاءت هذه التوقفات وهذه الحملات أعتقد أن هذه الممارسات هي جزء من الضغط على اللاجئين للعودة إلى حكم الأسد صحيح ليس لها تفسير آخر وليس لها منطق آخر لأنه إذا أردنا الحديث من الناحية الأمنية فهذه المخيمات باتت يعني مكشوفة أمنيا بطريقة كاملة تحت سيطرة الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية لبنانية ليس هناك أي صغرة أمنية في هذه المخيمات وكل من فيها أعتقد إذا لم يكن الكل فمعظم من فيها إما أجهزة وإما النساء وأطفال وبالتالي الاعتقالات فيها يعني تثير الكثير من علامات الاستفهام وليس لها مبرر سوى الضغط السياسي والعمل الميداني على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا بشروط الأسد أشكرك جزيلة الشكرى الأستاذ أحمد الأيوبي محلل سياسي كنت معنا من العاصمة بيروت مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل مشايخ عشائر العراق العربية ترفض التواجد الإيرانية على أراضيها مشاهدة الخبر وحده لا تكفي ما أسبابها؟ ما ارتباطه بالأحداث الأخرى؟ وما هي أبعادها؟ نسأل أطراف الخبر والفاعلين فيه ونحاول فهم أبعاد ما يجب لتكون الصورة أوضح كنوا معي أنا عمار الشاعر في ثنايا الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بكم جديد مشاهدين الكرام وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يقر عقوبات على كيانات شيعية عراقية تابعة لإيران في وقت رفضت فيه عشائر الأنبار العربية أي دخول لتلك الميليشيات إلى أراضيها أو شن أي عمليات عسكرية انطلاقا من الأنبار باتجاه دير الزور عقوبات جديدة فرضتها واشنطن على ميليشيات عراقية مدعومة إيرانيا من أبرزها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق العقوبات الأمريكية سبقتها مطالبات من قبل عشائر سنية عراقية للتحالف بضرورة إيقاف خطة تسعى لها ميليشيات عصائب أهل الحق للانتشار والسيطرة على الحدود السورية العراقية مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية قال أن هناك اتفاقيات بين الميليشيات السورية ونظيرتها العراقية لفتح نقطة جمركية تابعة للحشد الشعبي هدفها التمويل الذاتي للميليشيات التي تأثرت اقتصاديا بالعقوبات على إيران على الجانب الآخر من الحدود قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية إن إيران تحشد قواتها باتجاه مدينة البوكمال بوابة الحدود السورية العراقية فيما يعتقد أنها خطوة للتقدم إلى مناطق تسيطر عليها قوات مدعومة من التحالف حملة عاصفة الجزيرة قالت إن ميليشيات إيرانية توجهت إلى شرق الفرات استعدادا للهجوم على الحقول النفطية التي تسيطر عليها قسد بينما قالت شبكات إعلامية في ديرزور إن تعزيزات تتبع للحرس الثوري الإيراني وصلت إلى محيط مناطق خشام والصالحية مشيرة إلى نية الحرس الثوري شن هجوم باتجاه حقل العزبة الواقع بمحيط حقل كونيكو وفي ظل الأحداث الأخيرة يتساءل مراقبون عن جدوى العقوبات الأمريكية على الميليشيات الإيرانية لا سيما بعد تزايد النشاط الإيراني في العراق وسوريا بشتى المجالات ومعنا عبدالقادر الناية الباحث بالشأن العراقي من عمان أرحب بك سيد عبدالقادر كيف تنظرون إلى تغلغ الميليشيات الإيرانية غربية الأنبار أهلاً وسهلاً بكم ومشاهديكم الكرام من المعلوم تماماً أن هذا التغلغل بات واضحاً بسبب دعم التحالف الدولي بقيالة الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت رجوماً واسعاً بطائراتها ومهدت الطريق لأن يكون مدينة القائمة الحدودية مع سوريا من اتجاه البكمال في محافظة الأنبار وكذلك منطقة البعاج باتجاه حلب في محافظة الموصل هي المكان والمستقر والخزان الكبير لهذه الميليشيات الواضحة في المعالم أنها مدعومة إيرانياً وأن قاسم سليماني يعتبرها الزراع الواضح تماماً لها واليوم جاءت تسريحات أتباع قيف الخزعلي في قيادات ميليشيات العصائب بأنهم سيقاتلون بجنود عراقيين وبأموال عراقية دفاعاً عن المشروع الإيراني في المنطقة بالكامل ويتعهدون أنهم سيبذلون كل شيء بالتالي هذا التغلغ المرثوب من عشائر الأنبار ولطالما حقيقة تم التصريح والطلب بسعب تلك الميليشيات وأن التصعيد الحالي حقيقة واضح تماماً من خلال رفض كامل طلب قيف الخزعلي الذي يريد من الحكومة أن تفرض وجود الحشد كامل الحدود تم إبلاغ الأمريكان برفض العشائر للوجود الإيراني لكن هل من استجابة حقيقية؟ تم تبليغ جميع القوى الفاعلة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول العربية الأخرى وكذلك أمام الرأي العام الدولي ولذلك ينظر بالتصعيد الواضح تماماً أن العشائر لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما تخلت الأطراف كلها عن سحب هذه الميليشيات من محافظة الأنبار لن تبقى مكتوفة الأيدي وهي تنظر لهذه الميليشيات تعمد على التغيير الديمغرافي وبالتالي أصبحت تزرع عراضيهم لتجارة المخدرات في تمويلها ومن المعلوم تماماً أن العشاء رفضت طوال أشهر الماضية كيف يتم استخدام الحدود العراقية لزج مقاتلين أجانب داخل سوريا لأمثل الشعب السوري وكذلك لإرسال الأسلحة الإيرانية من هذه الحدود أشكرك جزيلاً شكراً لباحث في أشأن العراقي عبدالقادر النايل كنت معنا من عمان قال الكولونيل شونرايان المتحدث باسم التحالف الدولي إن القوات الأمريكية تعتزم إقامة نقاط مراقبة في الشمال سوريا لمنع مقاتلي تنظيم الدولة من الفرار من وسط وادي نهر الفرات إلى تركيا تصريح يتنافى مع إعلان أمريكي سابق عن أن الهدف منها مراقبة الحدود لمنع أي تصعيد عسكري بين تركيا وقسد الأمر الذي أعلنت أنقرة معارضتها له المناخ العسكري شرقية سوريا يتقلب ضمن حرب التصريحات والقرارات الأمريكية الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية وردود الأفعال التركية قبل أيام أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن إقامة الجيش الأمريكي نقاط مراقبة على امتداد أجزاء من الحدود بين سوريا وتركيا لتجنب التوتر بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا والتركيز على قتال تنظيم الدولة نقاط اعتبرت أنقرة آنذاك أنها ستزيد من تعقيد الوضع في المنطقة الغرض من نقاط المراقبة كان مختلفا على لسان المتحدث باسم التحالف الدولي شور رايان إذ قال في وقت لاحق إن إقامة نقاط المراقبة يهدف لمنع مقاتلي تنظيم الدولة من الفرار إلى تركيا رغم أن التنظيم يتركز تواجد عناصره في ريف دير الزور على بعد مئات الكيلومترات من الحدود التركية رايان أضاف أن هذه الخطوة جاءت بعد التشاور الوثيق مع تركيا على الصعيدين العسكري والدبلوماسي المجلس القومي خلال اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قوات يابيغي شرقي الفراد تهدد الحل السياسي في سوريا وأن تركيا ستواصل عملياتها ضد يابيغي التي تهدد أمن البلاد إصرار تركيا على موقفها في المنطقة والرواية الجديدة للتحالف من هدف نقاط المراقبة أثار تساؤلات عدة لدى المراقبين حول أبعاد تعدد الروايات الأمريكية من نقاط المراقبة وفيما إذا كانت نقاط المراقبة ستتعارض مع عملية شرقي الفراد المحتملة قتل عنصراني تابعا لقوات سوريا الديمقراطية بانفجار دراجة نارية مفخخة جنوبية مدينة الحسكة شرقية سوريا وقال مصدر محلي لوكالة سمارت إن الدراجة المفخخة استهدفت سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة وديرزور في منطقة الشداد ما أدى لمقتلع العنصرين على الفور دون معرفة الجهة التي نفذت العملية تداول ناشطنا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام عناصر من قوات النظام بصرقة منازل المدنيين في محافظة ديرزور ويوضح المقطع العملية المنظمة التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في مدينة العشارة شرقية ديرزور بإفراغ منازل سكان المدينة لنقلها إلى خارج المدينة قال الجيش الوطني إنه لا يمكن الانتقال إلى وضع آمنا خلال فترة زمنية قصيرة عقب انتهاء الحملة الأمنية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي وفي تصريح لحلب اليوم قال المتحدث باسم الجيش الوطني يوسف حمود أن منطقة عفرين تحوي لصوصا كباقي المناطق وهي خارج من الإشكاليات الأمنية التي تتبع الأعمال العسكرية ويأتي ذلك عقب إصابة الصاحب محل الصرافة في مدينة عفرين بإطلاق النار عليه من قبل مجموعة مسلحة اعتدت عليه وسلبت منه مبلغا ماليا حضر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية روسيا من مغبة العبث بموقع الهجوم الكيموي المزعوم في مدينة حلب ودعى نظام الأسد إلى عدم استخدام ما أسمى درائع كاذبة لشن ضربات جوية على المنطقة العازلة في إدلب في محاولة لنسف اتفاق سوتي افتعل نظام الأسد أزمة قصف أحياء في حلب بغازات سمة ووجه أصابع الاتهام للمعارضة التي أكدت أن الأمر مجرد مسرحية مفضوحة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي شون روبرتسون حذر روسيا من مغبة العبث بموقع الهجوم الذي يشتبه بأنه بالأسلحة الكيموية وحثها على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيموية حتى يتسنى التحقيق بصورة عادلة وشفافة وفق تعبيره ودعى البنتاجون نظام الأسد إلى عدم استخدام ما أسماه درائع كاذبة لشن ضربات جوية على المنطقة العازلة في إدلب وأكد أن ذلك إذا وقع سيمثل تصعيدا طائشا للصراع قائد قوات الحماية من الأسلحة الكيموية والبيولوجية في القوات الروسية العاملة في سوريا أكد أن إحدى مخابرها المتنقلة بدأ عملية تحليل عينات التربة وأجزاء من القذائف التي أطلقت على حلب وأشار إلى أن مهمة المختبر تتمثل في تحديد تركيبة المادة السامة المحشوة في القذائف ويمكنه تحديد نوعية ما يصل إلى ثمانية آلاف من المركبات الكيموية الولايات المتحدة كانت اتهمت في نيسان الماضي روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في دومة بالغوطة الشرقية وقالت إن الروس أو نظام الأسد ربما عبثوا بالأدلة الميدانية تحقيقات سابقة لفريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيموية أكدت استخدام قوات النظام لغازي الكلور والسارين مرات عدة خلال قصفها المناطق الخارجة عن سيطرتها ومعنا المحلل السياسي دكتور محمود حمزة من موسكو أرحب بك دكتور لماذا حضرت أمريكا روسيا من العبث بموقع مزعوم لاستخدام الكيموي لا أعتقد أن الروس يعني كثير بالغوا واستغلوا موضوع الكيموي وبدل أن يعترفوا ولو لمرة واحدة أن النظام استخدام السلاح الكيموي أو التوجيه الإيراني دائما يتاهمون المعارضة سواء المعارضة الوطنية أو المعتدلة أو المعارضة أو الفصائل الإرهابية يعني الروس بالغوا جدا بهذا الموضوع لدرجة أنه يعني الأمريكان شعروا أنه وتذكروا موضوع إدلب يعني كان فيه حديث كمير حول إدلب كل طرف يتهم الثاني بأنه هناك حظر لإستخدام الكيموي فأمريكان يبدو هاي يعني هاي أعتقد ليس موقف جدي من الأمريكان هذا موقف يعني هيك للدعاية والإعلام دكتور نعم لأنها يعني تهدف إلى شيء معين يعني دعاية معينة عن الساحة السورية ولكن دكتور النظام في كل مرة يستخدم الكيموي ويفلت من العقاب ما الجدوى من أرسال المفتشين الآن؟ عفوا الصوت ما كثير واضح بالله كنت أقول لك دكتور أن النظام في كل مرة يستخدم الكيموي ويفلت من العقاب إذن ما الجدوى من أرسال المفتشين؟ طبعا سان المفتشين عملية معقدة يعني والروس بالمرصاد لأي موضوع يعني يتعلق بالتحقيق والبحث والتبتيش ومع يعني عداك عن موضوع اتهام سوجيتهم للنظام لذلك يعني الأمريكان ساكتين عمليا يعني يجب أن نتذكر أن الأمريكان هنة اللي أنقذوا النظام بال2013 بعد استخدام الكيموي في الغوطة بدل ما يجينوا النظام ويعاقبوا صاحبوا جزء من السلاح الكيموي وبقي المجرم يعني حر لذلك يعني موضوع الكيموي سهو وسيلة قد تستخدم من الروس يعني دعاية مضادة لتبرير تصرفات النظام يعني هناك كذب غير طبيعي بالإعلام الروسي وحتى في التصريحات الروسية أشكرك جزيلا شكرا دكتور محمود حمزة المحلل السياسي كنت معنا من موسكو مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل النظام ينقلب على مصالحيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بكم جديد مشاهدين الكرام تجاوز عدد المعتقلين من عناصر ما تسمى مصالحات درعة في السجون النظام الخمسة والعشرين بينهم قيادات وفق إحصائية لزمان الوصل الاعتقالات التي قام بها النظام لتلك العناصر شملت كذلك مناطق الغطة الشرقية وريف حمص الشمالي ممن وقعوا تسويات وتفاهمات مع الروس حملات اعتقال وتصفية وتجنيد يقوم بها النظام والهدف هم مقاتل الفصائل المواقعون على اتفاق تسوية مع النظام في عدد من المناطق مصادر أهلية في ريف دمشق تحدثت عن اعتقالات للنظام في بلدة زملكة وعين ترمة وسقبة وحمورية بعضهم كانوا ينتمون لفيلق الرحمن واعتقلوا بدعوى حيازتهم لأسلحة فردية المصادر لفتت إلى اقتياد النظام ثلاثة قادة سابقين في جيش الإسلام إلى جهة مجهولة بعد مداهمة منازلهم في بلدة بيت سحم جنوب دمشق درعة التي دخلت حيز التسويات في تموذ الماضي شهدت تضاعفا في أعدد المعتقلين وأصبح مرور الشباب على الحواجز مخاطرة حقيقية وفق ما ذكر مراسل حلب اليوم مكتب توثيق الشهداء في درعة قال إنه بعد اعتقال فرع المخابرات الجوية لغانم حمد الجاموس قائد المخفر الثوري في داعل تم العثور على جثاته وعليها آثار للتعذيب بحسب مكتب التوثيق بينما أكد نشطاء إعدام النظام ميدانيا سمير الشحرور القياد السابق في فصيل اللواء الأول بحي ورزة بدمشق سبيل آخر للاعتقال فتح النظام بابه وهو القبض على قادة الفصائل بدرعة ممن سووا أوضاعهم بالاستناد إلى دعاوى شخصية دعاوى ارتفى عددها أكثر من خمسة عشر ضعفا عما كان عليه قبل التسوية في درعة وفق ما ذكر المحامي سعود المحمد لصحيفة الوطن الموالية ننتقل إلى ضيفي أناطق باسم تجمع أحرار حران أبو محمود الحراني من الحدود الأردنية السورية أرحب بك سيد أبو محمود هل من أرقام جديدة لأعداد المعتقلين من عناصر المصالحات؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله حقيقة وثقنا منذ مطلع الشهر الجاري شهر تشرين الثاني اعتقال قوات الأسد لما يزيد عن عشرين مقاتلا سابقا في الجيش الحر ممن دخلوا ضمن اتفاق التسوية وانخرطوا فيها مؤخرا مع نظام الأسد في محافظة درعة هذه الاعتقالات جاءت في الغالب تحت ذريعة الإدعاءات الشخصية التي يدعي فيها نظام الأسد بأن هناك مدنيين يقومون برفع الدعاوى القضائية لكن حقيقة المعلومات التي ترد بأن نظام الأسد يقوم في كثير من الأحيان بالإعاز لأتباعه ومواليه في محافظة درعة لرفع هذه الدعاوى حتى يشرع نظام الأسد لنفسه اعتقال هؤلاء العناصر في شهر آب الماضي حقيقة اعتقلت قوات الأسد 45 مدنيا من أبناء منطقة حوض اليارموك في ريب درعة الغربي في حين لا يزال مصير هؤلاء المعتقلين الخمسة وأربعين مصيرهم مجهول حتى اليوم كما يرفض نظام الأسد الكشف عن مصيرهم أو السماح لذويهم بالتواصل معهم أبو محمود الضامن الروسي من عمليات الاعتقال أين هو؟ حقيقة انتهاكات قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية لها تجري في محافظة درعة على مرأة الاحتلال الروسي في حين الروس يعني صراحة لا يبدون أي تجاوب مع القوائم التي تصيرهم تباعا وبين الحين والآخر يقوم أشخاص من محافظة درعة برفع قوائم للمعتقلين فيها كافة التفاصيل والانتهاكات التي تقوم بها قوات الأسد ترفع هذه القوائم كما أسلفت للاحتلال الروسي الذي لا يكترث حقيقة لما يحدث من اعتقالات مستمرة ومتزايدة يوما بعد يوم بحق المدنيين وعناصر سابقين في الفصال المقاتلة سابقا في محافظة درعة أشكرك جزيلا شكرا ناطق بسم تجمع أحرار حران أبو محمود الحراني كنت معنا من الحدود الأردنية السورية رممت لجنة إعادة الاستقرار بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة مارع غرفا متنقلة مسبقة الصنع تستخدم كسكن جامعيا للطلاب في كلية الطب البشري بريف حلبة الشمالية وقال مسؤول لجنة الاستقرار منذر السلال إن اللجنة رممت أربعة عشرة غرفة خاصة بالطلاب إضافة لترميم السور الخارجي لكلية الطب المدمر بشكل كبير نتيجة قصف سابق لطائرة حربية تابعة لنظام الأساد وأضاف سلال أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الصغيرة التي أطلقته اللجنة في الفترة الماضية سلمت وزارة التربية والتعليم أعدادا هائلة من الكتب المدرسية إلى المجمعات التعليمية في الشمال السوري بعد حرمان منها لأعوام مراسل حلب اليوم بترقب ولهفة تتطلع الفتيات إلى كتبهم المدرسية الجديدة التي حرمنا منها لأعوام عدة وأكثر من شهرين في هذا العام الدراسي قبل أن تستجيب وزارة التربية والتعليم التركية لمتطلبات العملية التعليمية في الشمال السوري عموما بعد مضي قراب الشهرين من مصر على بداية العام الدراسي أخيرا تم الاستجابة من مديرية التربية وتأمين الكتب المدرسية للمدرسة من الأول إلى الرابع مع تأمين الكتب الحمد لله رب العالمين الأمور بخير وبحسب مصادر تربوية فإن طلاب مرحلة التعليم الأساسي يعانون نقصا يصل إلى 60% من الكتب المدرسية الأمر الذي دفع العديد من المدارس للجوء إلى كتب قديمة ومنسقة بعد انتظار طويل مطالبات من أهالي طلاب معاناة في شأن الكتب وصلنا الكتب الحمد لله مقدمة من تربية تركية طبعا هي تنزل بمستودعات الرعي ونحن بدورنا نجيبها من مستودعات الرعي للمستودعات المدينة هنا ونقوم بتوزيعها لحد لأن وصلنا الكتب من الصف الأول للصف الرابع غطينا معظم مدارس الريف والمدينة مليون وستمائة ألف كتاب إلى ريفي حلب الشرقي والشمالي أرسلتهم وزارة التعليم والتربية التركية كدفعة أولى فقط فيما يصل العدد الكامل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون كتاب وبقي عنا قسم من الكتب سيتم غدا توزيعها على التسليم لمدراء المخيمات العشوائية والنظامية حتى يتم توزيعها على مدارسهم في المخيمات ونفضل المستودع لأننا بحاجة لمكان حتى نحسن نجيب الكتب الباقي في الراعي أعداد الكتب الممنوحة قد لا تترك أي تلميذ أو طالب في الشمال السوري دون كتاب في منطقة جغرافية يصفها أهلها بأنها عانت الأمرين من جميع أعداء التورة السورية للحديث حول هذا الموضوع معنا مرئس القناة حلب اليوم همام أبو الزين من ريف حلب الشمالي أرحب بك همام يعني ما هي العدد الإجمالي للكتب الذي سيدخل للشمال السوري؟ نعم حلا تحية طيبة لك ولجميع أستاذ المشاهدين حقيقة أن واجهت العملية التعليمية في الأوين الأخيرة بعض الصعوبات أبردها هي قلة الكتب بلسفة 30% الأمر الذي دفع الطلاب لإكمال العملياتهم الدراسية بالكتب القديمة والمنصقة وبعد المناشدات نصبع المعليين بالعملية التعليمية استجابت زابط التعليم والتربية التركية وقامت لطباعة 3.500.000 كتاب وسيتم توزيعها على مراحل والدفعة الأولى من الكتب هي 1.600.000 كتاب والكتب سيتم توزيعها في مدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي للطلاب والبالغ عددهم 400.000 صالد ووصلت أول دفعة كتب إلى مدينة إعزاز الطلاب من الصف الأول حتى الرابع وتم توزيع الكتب على مدارس المنطقة والبالغ عددها 35 مدرسة وتيتم جلب كتب المراحل التي تليها حتى البكالوريا في الأيام القادمة وتوزيعها أيضا إذن همام هل ستغطي الكتب جميع الطلاب؟ نعم هل سيتم توزيع الكتب على جميع طلاب ومدارس ريفي حلب الشمالي والشرقي وهو عدد هائل يعني ثلاث ملايين وستمائة ألف كتاب عدد هائل ويكفي جميع الطلاب البالغ عددهم 400.000 صالد في جميع مناطق حلب هذه الكتب هل ستكون متاحة لجميع السنوات أي سيتم استردادها نهاية العام الدراسي وإعطائها للطلاب في العام المقبل أم هي فقط للطلاب تعطى هذه السنة؟ لم أفهم السؤال ولكن سأجيب على ما أفهمت منه هو الدفع التي وصلت في الآوينة الحالية هي دفعة كتب للطلاب من الصف الأول وحتى الرابع وسيتم جلب كتب المراحل التالية حتى البكالوريا في مراحل لاحظة نعم يعني في المدارس عند نظام الأسد كنا نأخذ الكتاب ونعيده في نهاية العام هذا ما كنت أقصده بالنسبة للإحتياجات في العملية التعليمية بشكل عام ما هي؟ عدا عن الكتب المدرسية يعني هناك ربما طباشير ربما هناك ألواح من أجل التدريس ما هي الإحتياجات؟ نعم على نسبة كبيرة من طلاب مدارس ويس حلب الشمالي والشرقي يعاني أهاليهم من حالة البطالة لذلك يضطرون لطلب المساعدات من مدريات التربية لجلب الفرصاتية من أقلام وكتب ودفاتر لذلك لا يستطيعون شراءها من المكاتب لإرتفاع سارها في المرحلة الحالية نعم أشكرك جزيلا شكرا أبو الزين مراسل قناة حلب اليوم كنت معنا من ريفي حلب الشمالية مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها سبعة أندية تحجز مقعدها في الدور الثمي النهائي امام أبو الزين حلب اليوم محمد الضغيم حلب اليوم مالك أبو عبيدة حلب اليوم عمر الجنوبي حلب اليوم إبراهيم السويد حلب اليوم خالب جمع حلب اليوم عبد الرزاق صبيح حلب اليوم عمر أرناؤو حلب اليوم أحمد حاج موسى حلب اليوم عبد الله نصرى قناة حلب اليوم مصطفى عبد الله حلب اليوم فعلاء الشريف قناة حلب اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نرحب بكم جديد مشاهدين الكرام اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية فتاة كانت تسير عارية تماماً في أحد شوارع مدينة ياسوج جنوب غربي إيران ومصادر معارضة قالت إن الفتاة قامت بتلك الخطوة احتجاجاً على الأوضاع في البلاد وعدم قدرتها على الحصول على وظيفة رغم تخرجها قبل أربع سنوات من الجامعة وفق ما ذكرته قناة أزادي المحلية عثر على المذيع البريطاني جافيم فورد مقدم أحد البرامج الإذاعية الشهيرة في لبنان مقتولاً في شقةه بمنطقة بيت مري الجبلية شرقية لبنان وكشف مصدر أمني لبناني أنه عثر على المذيع مقيد اليدين بعد تعرضه للخنق باستخدام قطعة قماش تم ألفها حول رقبته فيما وجدت أثار ضرب بآلة حدة على وجهه وفي أخبارنا الرياضية على قناة حلب اليوم حجزت سبعة أندية من قاعدها في الدوري الثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لقورة القدم بعد نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات مساء ثلاثاء لتلتحق ببرشلون الإسباني الذي كان أولى المتأهلين إلى دوري السادس عشر من الجولة الماضية وفي التفاصيل حقق فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد وحامل لقب النسخ الثلاثة الأخيرة فوزا ثمينا على حساب مضيفه روما الإيطالي بثنائية بيضاء على ملعب الأولومبيكو بدوره تأهل يوفينتوس الإيطالي إلى الدور السادس عشر بعد فوزه على ضيفه فالانسيا الإسباني بهدف نظيف سجله المهاجم الكرواتي ماريو منزوكيتش في الدقيقة التاسعة والخمسين وفي المجموعة ذاتها فاز فيكتوريا بلزنا لتشيكي في ملعب سيسكا موسكو الروسي بهدفين لواحد ليصبح رصيد كل منهما أربع نقاط وانتزع منسشتر يونيتد فوزا بشق الأنفس على يانج بويز السويسري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد وانتفض بايرن ميونيخ الألماني بفوزه الكاسح على حساب ضيفه بانذيكا البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب أليانز أرينا وفاز آياك سامستردام الهولندي على مضيفه آيك أثينا اليوناني بهدفين نظيفين ليرفع الأول رصيده إلى 11 نقطة في وصافة المجموعة في حين تجمد رصيد الأخير دون نقاط وأفلت منشستر سيتي الإنجليزي من الخسارة في ميدان ليون الفرنسي الذي كان قد هزمه في جولة الأولى ليتعادل معه في جولة الخامسة بهدفين لمثلهما على ملعب جكوبما ضمن المجموعة السادسة أما شاختر دونيتس كالوكراني فاحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد خمسة نقاط بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهايم الألماني بثلاثة أهداف لهدفين وصل نجم البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم يوفنوتس تحطيم الأرقام القياسية في دور أبطال أوروبا وذلك بعد فوز فريقه على ضيفه فالانسيا في جولة الخامسة من المسابقة رونالدو وصل للفوز تاريخي لها برصيد 121 هدفا قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي إن شعار فريقه هو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقاب الكاميرون عام 2019 وفي تصريح لوسائل الإعلام المغربية قال رينارد إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الظهور بمستوى مميز خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية للحصول على اللقب القاري وأضاف أن الفريق المغربية يمتلك يسعى المنتخب اللبناني لكرة السلة إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة بعد عوام 2002 في الولايات المتحدة و2006 في اليابان و2010 في تركيا ويحتاج المنتخب لتحقيق فوز واحدا في مبارياته المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والصين ضمن النافع أثار أحد الحلاقين الأتراك جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للطريقة التي يتبعها في الحلاقة لزبائنه وأشار تركي بريس إلى أن الحلاق عيسى دمير يؤدي عمله في محله الصغير في منطقة تعريفية في ولاية سكاريا شمال غربية تركيا معلقاً من سقف دكانه رأساً على عقب وبطريقة تشبه تعلق الوطواط وفي خبرنا الأخير أرسل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج قطته الخاصة إلى خارج سفارة الإكوادور في لندن بعد محادثات لتسليم أسانج للسلطات الأمريكية جاء ذلك بعد قيام السلطات الإكوادورية بتهديده بحبس قطتها المدللة التي مكثت معه ورافقته قرابة ست سنوات في السفارة ما دفع الرجل إلى إخراج القطة لكي تعيش مع بقية أفراد عائلته وبهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على فيسبوك ويوتيوب وتويتر ويمكنكم زيارة موقعنا للكتروني حلبتوداي تيفي دوت نت لقاءنا يتجدد في نشرات أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر